تكلم الأستاذ فؤاد قبل شوي بيقول الأول أستاذ ياسر العسام بيتكلم على موضوع أنه يمكن كان الفريق محتاج لفترة انسجام أكبر مع بعض احنا مش كيف يتمنى اللاعبين المحترفين بيجوا على المعسكر على طول يعني وما بيلعبوش مبارك كنا نقرأ أنه أنه على الرسال بعض الرسال الإعلامية أنه أجرى منتخبنا تمرين وقد يطمئن الكابتن نور الدين والدعليل لحالة الانسجام كيف انسجام في تمرين الانسجام اللي بيقصده في التمرين اللي هو تطبيق سراتيجية المدرب اللي يشتي العب فيها في المبارة مش قصده أنه انسجام أنه الآن أنا ما بقدرش أحكم على الأخطاء أو أعرف أخطاء الفريق أو كيف أرتب الفريق أو كيف كذا أعرف وين مكان من الخلل وكذا إلا إذا كان معي مباريات ودية كثيرة بالإضافة إلى أنه معي وقت يعني كان معي وقت طويل مع المنتخب أكبر أننا أبني عليه استراتيجية لذلك احنا ما نقدرش أن نلوم الكابتن والدعلي الآن في هذه الفترة أني فترة قصيرة بس مع هذه الفترة القصيرة أعتقد أنه شكل الفريق بس ما يتحملش أنه رفض قامت أي مبارة تقريبية لا داخلية ولا خارجية أنا لا أعلم بموضوع الرفض أو كذا لكن اللي أشوفها أنا أنه